اهلا بكم من جديد نشرت مجلة فورن بوليس الامريكية مقالا يتناول حقيقة الحكم في قطر ويشير المقال لان الحاكم الفعلي الان والذي يدير دفة الامور في الازمة الاخيرة هو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ولم تختلف سياسة الدوحة في دعم الارهاب سواء في عهد الامير الوالد او الامير الحالي تميم الازمة القطرية الاخيرة تعيد الى الواجهة الامير الاب الشيخ حمد بن خليفة الذي تنازل عن الحكم لابنه تميم عام الفين واربعة عشر مجلة فورن بوليس الامريكية نشرت تقريرا بعنوان دسائس القصر في صميم الازمة القطرية يطرح تساؤلا عن هوية الزعيم الفعلي لقطر وتقول المجلة ان من يحكم قطر على الورق هو الامير تميم بن حمد آل ثاني لكن هناك مؤشرات على ان من يمسك بزمام الامور لا يزال الامير الوالد وبحسب ما اثبتت الاحداث ليس العهد الجديد لقطر الا امتدادا للعهد القديم فسياسة قطر لم يطرأ عليها اي تغيير خلال فترة حكم الامير تميم بدءا من استخدام النفوذ المالي لتدخل في شؤون الدول ودعم الارهاب مرورا باللعب على التناقضات وصولا الى محاولات شق الصف الخليجي وهذا ما جاء متطابقا مع تصريحات مسربة قديمة للامير ورئيس وزرائه شدد خلالها على دعم حركات التمرد ومحاولة التدخل في شؤون السعودية وهذا ما يأتي تحليل فورين بوليسي الى ذكره اذ يشير الى ان سياسة الامير حمد مناهضة للسعودية والامارات والبحرين وانه لا يمكنه مقاومة اي فرصة لازعاج جيرانه العرب في الخليج حتى لو كان هذا الامر يهدد بتفكيك دول مجلس التعاون الخليجي وتشير المجلة الى ان علاقة الامير الاب العدائية مع جيرانه العرب تمتد الى الايام الاولى من حكمه بعد ازاحته والده عام خمسة وتسعين تحليل المجلة الامريكية يؤكد على حقيقة يعرفها كل الخليجيين وهي ان المجتمع القطري لا يريد خصومة مع المملكة العربية السعودية ولا يريد الاعتماد على ايران وهو عكس ما تفعله القيادة القطرية الحالية وجد ترحيب بضيوفي وانتقل بالسؤال لك سيد ديفيد شينكر ضيفي من واشنطن ابرز ما تقرأه فيما نشرته صحيفة الفورين بوليسي الامريكية حول حقيقة الحكم في قطر سيد ديفيد اعتقد طبعا بان هذا كما قلت علم من الجميع بانه غير متوقع وان طبعا بان هذه العائلة الحاكمة مثيرة المشاكل حينما نعود مثلا متى كانت اخر مرة كان فيها امير قطر مثلا مات في الحكم هذا ربما يعود الى 1913 او 1903 حيث كان هناك اميران تم عزلهما ثم هناك ثلاثة امراء تنازلوا عن الحكم وهربوا من البلد اذا كما قلت بكل وضوح وبكل صراحة انها عائلة حاكمة كانت تثير المشاكل وليس هذا يتعلق بنا فقط نحن فانهم اولاد كما قلت مثلا خلعوا اباءهم من الحكم ومنذ البداية لم يكونوا متعاونين مع جيرانهم ايضا كان دائما هذا هو الحال كما نقول كما قلت الطفل المشاكس في الخليج سيد سلمان ما الذي يجري في رأيك في اعلى هرم القيادة القطرية في هذه المرحلة الصعبة على المنطقة وعلى قطر تحديدا عندما يكون السؤال من يحكم قطر فان الاجابة هي ان من يحكم قطر عقيدة سياسية متمردة على التاريخ والجغرافيا تارة تتحالف مع الاخوان وتارة اخرى مع اليساريين وتارة ثالثة مع الايرانيين ولكنها لم تتحالف ولا مرة واحدة صدقا مع السعوديين او الاماراتيين قطر تريد ان يكون لها دور وهذا ليس سرا يقولونه دائما رئيس وزرائها السابق الشيخ حمد بن جاسم دائما ما يكرر ان لنا نريد ان نقوم بدور كبير وعندما نقوم بهذا الدور تغضب بعض دول المنطقة قطر هنا تتغافل عن حقائق في التاريخ وفي الجغرافيا لكل دولة امكانياتها تقوم وفق امكانياتها وهذا ليس تصغيرا من اي دولة فالبحرين لا تستطيع ان تقوم بدور الامارات والامارات لا تستطيع ان تقوم بدور السعودية وحتى السعودية لا تستطيع ان تقوم بدور دولة مثل بريطانيا وكذلك لا تستطيع بريطانيا ان تقوم بدور الولايات المتحدة الامريكية قطر تريد ان تكسر هذه القاعدة وتعتقد ان المال يشتري التاريخ والجغرافيا ولكن هذا المال استطاع فعلا أن يقوم بدعم تنظيمات متطرفة غض العالم عنها طويلا ولكن آن الأوان أن تنتهي هذه السياسة التي ربما لم نرى مثيلا لها طوال الخمسين عامنا الماضية دكتور ابتسام بالنظر إلى طبيعة الخيارات التي اتخذتها قطر حتى الآن حتى على صعيد التصريحات هل يمكن الإجابة على تساؤل من يحكم قطر؟ هو نفس الحاكم السابق من 1996 مختلف فقط أنه كان في الواجهة ورجع خلف الستار قطر عندها عقدة الدور والحجم للحاكم السابق والذي ما زال يحكم حاليا كانت العقدة من الجار السعودي باستمرار كان هاجس العقدة من الجار السعودي ولذلك كان يحاول يحصل على شرعية والشرعية تمثلت أنه كان يريد أن يقوم بدور للولايات المتحدة في مقابل أن الولايات المتحدة تحمي من السعودي ولذلك فتح الأبواب لانتقال قاعدة العديد القيام بأي دور تريد منه الولايات المتحدة مع تعدد إداراتها وكان واضح في قمة الأردن خطاب الشيخ تميم كان واضح بالنسبة لي أنا سميت عودة الحرس القديم حمد بن خليفة وحمد بن جاسم أنهم عادوا إلى المشهد للظهور في شكل سياسات باينة لما أتى شيخ تميم كان لترطيب الأجواء مع المحيط الخليجي ومع السعودية بالذات وكان أتمثل في اتفاق الرياض كان يجب أن يكون هناك وجه جديد لكي تلعب قطر دور آخر مش بشكل صريح ولكن بشكل مستطر لكن كما يسمى الأمير الوالد ما غاب عن السحر موجود وهذا أيضا ضيق الخناق على الأمير الأبن في استقلالية لسياساته هو كان يعني يرغب في محيط أقل اضطرابا بالنسبة له على المستوى الخليجي والعربي لكن طموحات الأمير الوالد يبدو عاقت من قدرة الأمير الأبن في الحركة داخل الدائرة الخليجي والعربي نعم سيد محمد قواص يعني العهد الجديد لتميم أيضا كما أكدت على ذلك الدكتور ابتسام لم يحمل تغييرات في سياسة قطر تجاه محيطها أولا المزعزع لأمن واستقرار المنطقة ما الذي يمكن أن يغير إذن في رأيك هذه السياسات؟ أولا أعتقد لم يحمل تغييرات لأنه لم يكن مطلوبا أن يحمل تغييرات الحكومة القطرية لديها سياسة معينة منذ عام 95 وهذه السياسة دعني أقول بصراحة تريد أن تتميز عن محيطة الخليجي وتحت الرعاية الخليجية الواضح جدا أن الأزمة الحالية هي خارج التقاليد الثقافية للثقافة السياسية في الخليج بمعنى آخر أن أزمة 2013 و2014 تم تجاوزها على طريقة تقليدية وما يجري حاليا هو طريقة غير تقليدية فوجئ بها الطرف القطري لقطر سياسات تريد أن تجعل من هذه الدولة لها أبعاد دولية إقليمية عبر نفوز سياسي اقتصادي إعلامي كبير واضح جدا أن هذا البيت الخليجي حاليا أصبح متضررا بشكل كبير لم يعد بإمكانه احتمال هذا النوع من السياسات وأعتقد أن الدول المقاطعة حاليا لسيما الدول الثلاث بحرين الإمارات والسعودية ومصر تريد أن تنهي هذه الحالة التي تعتبر تحمل ضررا لهذه الدول دون أن تمس من سيادة دولة أخرى ومن سياسات دولة أخرى ومن خيارات دولة أخرى الآن أين نصل في نقطة التوازن هذه ما بين المطالب وما بين بعض المطالب وخصوصا لاحظ معي أننا لم نصل حتى الآن إلى مستوى المفاوضات ليس هناك مفاوضات حتى الآن ليس هناك طاولة مفاوضات وحتى الوساطة الكويتية أو الوساطة الأمريكية لم تبدأ حتى الآن أعتقد أننا استثمرنا كل ما نستطيع استثمره من خلال الطرق على أبواب الخارج وأنه حاليا في الساعات المقبلة سيبدأ الطرق على أبواب الداخلية طيب سيناريوهات ما بعد انتهاء المهلة سيد ديفيد باختصار كيف تنظر إليها مع اقتراب انتهاء هذه المهلة الآن لا أعرف كيف طبعا سيكون الأمر أو ماذا سيحدث طبعا سيكون هناك ربما جلوس أو بين الأطراف ولكن إذا نظرت إلى كل المطالب فمعظمها تركز على الإخوان المسلمين إذن أعتقد أن لو قطر مثلا تقدمت قليلا وربما قدمت بعض التنازلات بشأن هذا الموضوع مثلا بإغلاق برامج يوسف القارضاوي القرآن والحياة القرآن والشريعة وغيرها أو ربما بأخذ ربما خط ليس وقفا تماما مع الإخوان المسلمين ولا تعطيهم ذلك الملاذ ربما يمكن تحقيق وتقدم ولكن من غير المتوقع حدوث هذا وغيرما أنني طبعا لست أريد مثلا أن تغلق قناة الجزيرة ولكن سنرى ربما تسعيدا أكثر وضغوطا أكثر ربما سنرى إغلاقا لكل الخطوط الجوية التي تذهب إلى قطر وربما الخطوط الجوية القطرية لن تستطيع السفر إذن أرى العديد من السيناريوهات السيئة سيد سلمان تقترب المهلة من انتهاء ما السيناريو الأقرب في رأيك؟ أنا أظن أن السيناريو الأقرب عقوبات إضافية اقتصادية وتجارية على قطر وهنا بس دعني أتحدث على مسألة الحوار التي تم التطرق لها قبل قليل وأقول أن دول الخليج تحاورت مع قطر 21 عاما ولكن هذا الحوار لم ينفع أبدا بل أنه زاد من تأزم المشكلة وأصبحت أخطر من السابق ولم تفي قطر بأي من تعهداتها وفي دائما الحوار هو وسيلة وليس غاية ليس مهما أن تتحاور دول الخليج مع قطر ليس مهما أن يجلسوا على طاولة مفاوضات الأهم أن تتوقف قطر عما يهدد الأمن القوبي الخليجي الأمر الآخر عندما نقول المشكلة ليست فقط في الأخوان المسلمين المشكلة أكبر من ذلك الأخوان المسلمين ليسوا إلا وسيلة تحتضنهم الدوحة المشكلة الأساسية في ارتباط قطر مع جماعات متطرفة وإرهابية ومن ضمنها الأخوان المسلمين يعني ربما اليوم تغلق الحنفية ضد الأخوان المسلمين ولكنها تبقيها مع جبهة النصرة أو جماعات أخرى وهنا نقع في نفس المشكلة التي وقعت فيها دول الخليج في عام 2013 وكذلك 2014 عندما وقعت الدوحة على اتفاقيات ولم تلتزم بها ولكنها التفت عليها النقطة الأساسية أن تتوقف قطر عن علاقاتها مع الجماعات المتطرفة والإرهابية نقطة آخر الصدر في سؤال الأخير إليك إذا أين تتجه الأزمة في ظل كل هذه المعطيات دكتورة ابتسام يا تذهب قطر إلى العزلة ولكن مع حلف إيراني تركي تختار التحالفات الأقليمية بهذا الشكل ولكن هذا أيضا له تبعاته في ظل تضييق اقتصادي وجوي ومقاطعة جوية وتدعية الاقتصادية التي تكلمنا عنها قبل ذلك أو أنه يحدث أن تدخل الولايات المتحدة على الخط كوسيط ضاغط على جميع الأطراف إذا وصل الأمر إلى تهديد الأمن في الخليج ومن ثم تهديد مصالحها أو لدينا السيناريو الثالث والذي هو في ظل الأوضاع الحالية لا توجد لأرجحية التي أن قطر تقبل أن تتحاور أو مش حتى تتحاور تقبل ببعض الشروط المطلوبة أو حتى كل الشروط وبعدين تتفاوض على مسألة إغلاق قناة الجزيرة أو تهديد خطابها ويكون وفق القواعد الأخلاقية للمثاق الإعلامي ليحكم الجميع العاملين في وسائل الإعلام الآن كما يبدو من الحديث السابق والتصلب السابق بالأمس لوزير الخارجية القطري إن قطر الآن تراهن على الحلف التركي الإيراني ولكن هذا حلف مكلف جدا البضائع التركية ضاعفت 250 ألف مرة سعرها عن السعر اللي كان يأتي قطر بتنظم كاس العالم كانت الموانئ دبي اللي عبرها تأتي صادرات البناء الشركات التركية في ظل إغلاق هذا كل هذا سينعاكس أعتقد لذلك لما أقول عدم تقدير الحسابات اللي حثت من قطر رح تأتي ببالا على قطر أشكرك الدكتورة ابتسام ملكتبي ضيفتي هنا في السيديو وشكر موصول لضيفي من الرياض سلمان الدوسري ومن لندن محمد قواص ومن واشنطن ديفيد شانكر